السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله هذا الفيديو يعني بنشره عبارة على نصيحة للأخوة والأخوات اللي يطلعوا في مظاهرات احتشاجية نصوصا في كندا وفي العالم الغربي يعني دائما لما نخرج مظاهرات لازم يكون في ناس معينين هم اللي يتكلموا مع الميديا أو الإعلام لأنه أي شيء تقولوه يقدروا يستعملوه الميديا والإعلام ضدك أو ضد القضية اللي أنت طالع من أجلها ولهذا خصوصا يعني إخوان في من لا يجيد اللغة ومن لا يعني تغيب عليها الحكمة بعض الوقت ونطر تيكلت يعني بالإنجليزي يعني مش كل الناس تجيد اللغة وتجيد الإلقاء في كثير من المواضيع ولهذا أنا شفت بعض الفيديوهات يعني بعض الأخوان والأخوات يتكلموا وهم اللغتهم ضعيفة جدا أنتم الآن لا ما تخدموش في الهدف تبع المظاهرة يعني أنتم درتوا شيء سلبي ضد المظاهرة هذه يعني راه هنا مش بلادنا هذه أحنا لما نخرج نخرج مع كالشوري يختلف وتفكير يختلف ولهذا خلوا أهل الأختصاص هم اللي يتكلموا مع الميديا ويتكلموا يعني لأن هادوا فهمين كيف يتكلموا بطريقة لابقة من غير ما يضروا الهدف اللي خرجين الناس من أجله للأسف أنا شفت مظاهرات اليمين اللي فاتوا في أوتوا يعني في ناس تتحدث يعني من غير يعني بشي تفاعلي هنا التفاعل والأمور مش زي بلداننا يعني التفاعل ما يدير لك شيء هنا الحكمة والإلقاء واختيار الكلام الصحيح لتقوله بش ما تضرش القضية طبعك لأن أنا عملتو في بعض الناس في المظاهرة طبعاتها فطأ كبير جدا يستعملوه ضدك ولا يخدم الهدف اللي أنت خارج من أجله نخارجين من أجل هدف وهدف معين نبقى الهدف هذا يتحقق حتى ولو يعني يعني بش نصل الهدف تكون الطريق طويلة شوية لكن لازم نصلول الهدف هذا يعني فيه ناس كثيرة تدعم الهدف هذا مسلمين أو غير مسلمين كريشتينس ولكن ويهود كذلك ودينات أخرى عندهم نفس الهدف مش عاوزين اللي متن يحتجوا على نفس الشيء ولكن كما قلنا فيه ناس مؤهلة هي اللي تتكلم أنت ممكن تشد يعني يافطح نقوله بالليبي تشد يعني لا إله الله ورقة وشيء اللي فيه أليفها الكلام معين وخلاص لما يجيب تكلمه معاك ما تتكلمش عندك الخيار نتقول أنا ما تتكلمش نقولهم أنا جيت للشيء هذا وخلاص وكذلك يعني نشروا على مواقع التواصل يعني أي إنسان يقدر يقول كلمتين معينات يقول أنا هنا في كندا يعني عندي الكونسيشوشن تعطيني حقي في اتباع ديني وديني ينهاني على شيء معين ولهذا أنا مش عاوز صغاري ومش عاوز يعني يكون مشارك في شيء مثل هذا لأن هذا ضد معتقداتي وهذا خيارك والكونسيشوشن الكندية تعطيك الحق إنك أنت تختار الشيء هذا ولكن لازم الطريقة تكون لبقة وليس بالتفاعل والهارج والمرج نقوله في ليبي في ليبي أطلعوا بقبك وخلاص يعني بقبك 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 ما انفعت أنت القضية اللي طالعين من أجلها ما انفعتش القضية ضرية القضية لأن الميديا الأعلام يستاذ في الماء العكر ولم يطلع واحد يودي بقبك زي ما نقوله إحنا في ليبيا هذا هياخدوه هو اللي حينشروه على الأعلام متاحهم ومش هينشروه الناس اللي تتكلم ولهذا أحنا مثلا في هنا في لندن متفقين اتفاق كامل أو لو خرجنا في أي مظاهرة في ناس معينين هم اللي يتحدثوا مع الأعلام وهذه نصيحة قبلها كما تبقوا تقبلها لكن هذا مهم جدا أنتم تتبعوه في بلاد الغرب لأن بلاد الغرب ما تمشيش بالعاطفة تمشي بالعقلانية أو العقلانية يعني العقلانية في كثير ما نحن نعتقدون أن هذه ليس عقلانية مثل الحاجات اللي الآن نمروا بها ولكن هم لازم بتكلمهم بالطريقة اللي يفهموها هم وهذه في ناس متخصصة من أجلها قالوا الناس اللي متخصصة في الشيء هذا هي اللي تتكلم بيش تنفع القضية متعكم ومضرهاش إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله لا تقبلوا نصيحتي وربي يهدينا لما في الخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله